هنا حيث يمر نصف النفط الخام السعودي وحيث تلقت السعودية ضربة موجعة أرامكو في مرمى النيران ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها السعودية لكنها الأقوى فقد أصبحت الأرض السعودية والمراكز الحيوية في المملكة هدفاً لهجمات ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليسية والطائرات المسيرة يقول الحوثيون إنهم نفذوا عملية واسعة بعشر طائرات مسيرة استهدفت مصفاتي بقي وخريس شرقية السعودية لكن بحسب خبراء عسكريين فإن فرضيات عدة تبرز حول الجهة التي تقف وراء الهجوم وطريقة التنفيذ فللأمريكيين مثلاً رواية أخرى إذ نشر البيت الأبيض صوراً التقطت بالأقمار الصناعية تعود إلى المنشأتين النفطيتين في السعودية وقد تعرضت لأضرار بالغة جراء الهجوم تقول الرواية الأمريكية إن تسعة عشر موقعاً على الأقل تعرضت لضربات مباشرة عالية الدقة باستخدام صواريخ كروز متوسطة المدى وهو ما ينفي الرواية الحوثية تعددت الروايات وكبرت علامات الاستفهام حول كيفية التمكن من الوصول للعنق السعودي رغم الترسانة العسكرية الهائلة التي تمتلكها السعودية وسواء كان الاستهداف من طهران أو صنعاء فإن التطورات المتسارعة تؤكد أن قواعد اللعبة تزاد تعقيداً وأن خيوطها انفرطت من يد السعودية كل المؤشرات تؤكد أن السعودية تفرطت بالملف اليمني وفقدت أمنها من جوارها وأن الملف اليمني يلقي بضلاله ليس على المشهد اليمني فحسب بل على أمن السعودية ذاتها ومواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة تقف الرياض بوجه أعداء لا تجيد قراءة ملامحهم فواشنطن الحليف الأبرز باتت تعترف بميليشيات الحوثي وتقدمها كلاعب رئيسي بعد تبنيها مشروع الحوار المباشر معها والحوثيون يقدمون أنفسهم باعتبارهم من يدير المعركة ويؤكدون أن معامل أرامكو لا تزال في مرماهم وقد يتم استهدافها في أي لحظة الضربة لم تهز ثقة العالم بالسعودية كأكبر منتج يعتمد عليه عالمياً للنفط بل وأذلتها عسكرياً كيف لا والمملكة تعد من أكثر الدول إنفاقاً على التسليح في العالم تقف في مواجهة أسلحة جيش بدائياً وأسلحة تقليدية يتوقع المراقبون أن لهذه الضربة ما بعدها وأن معادلة الحرب مع ميليشي الحوثي قد تتغير وفق قدرة السعودية على التعاطي مع الملف اليمني بمعزل عن الإمارات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر